فالله سبحانه وتعالى يريد لك درجة معينة في الجنة لا يبلغها عاملك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوعك في سكرات الموت كما يوعك الرجلان منه نين ولكن ليصل إلى الدرجة التي جعلها الله له فأنت ولذلك هذا من الفقه ترى أنت اجتهد في الأعمال إذا كان صبرك ضعيف ولن تصبر على البلاء ولا تريد أن تقتلى فاجتهد في الأعمال لعلك أن تبلغ الدرجة التي الله يريدها لك طيب الله يريدك في درجة معينة وأنت مقصر في الأعمال فينزل عليك من البلاء فتصبر فتبلغ بالصبر على البلاء درجة لا يبلغها كل العاملين من الدنيا يعني تبلغ من الصبر على البلاء وترى كل إنسان مبتلى في الحياة كلنا مبتلى ما فيه ولا واحد إلا هو مبتلى بس الحلو أن الابتلاء لا يخرج عن أربعة أمور لا نريد أن نخرج إلى هذا الموضوع بس نرجع بسرعة هذه الاستفرادات اللي مالها داعي لا الله يرغب على قدرك والعكس ولكن الابتلاء لا يخرج عن أربعة أمور إما أن تبتلى في نفسك طبعا الابتلاء يكون بالخير والشر إما أن تبتلى في نفسك بمرض أو عافية وإما أن تبتلى في مالك بفقر أو غنى وإما أن تبتلى في أهلك بالفقد أو بالكثرة وإما أن تبتلى في من تحب اللي تحب ذا هو اللي يعذبك تبتلى تحب ولدك أصلا الله أن يهدي أولادنا فيعذبك ولدك في الحياة تبتلى به تبتلى ببنت كم من صالح بنتها في هذا الزمان رأيناها يعني طغت وفعالت وهذا ابتلاء لهذا الصالح ولذلك لا يعاير بعضنا بعض هذا ابتلاء وقد تبتلى بصلاح الأولاد ليرى الله شكرك أو تبتلى بفقد من تحب فقده بالموت أو فقده بأي نوع من أنواع الافتراق كأن يبتلى الإنسان بطلاق مثلاً فيطلق من يحب أو تتطلق من من تحب هذه الابتلاءات تروا ترفع درجات يا جماعة استوعب التي يموت لها ولد الأم لا مثيلة في الفقد هذا ابتلاء ليرفع الله درجات في الجنة لو علم الناس ما لهم من الأجور على هذه الابتلاءات لتمنى الناس أن قرّضوا بالمقاريض في الدنيا فالدرجات تبلغ بأمرين أو يصار إليها بأمرين بالعمل وبالابتلاء وصل درجتك التي أنت فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة